الاعتداء الذي اقام به عدد من المناصرين لحزب الله وانتحبه بعد كلمة عن حزب الله السيد نصر الله واستجابه لدعوته بالانتحاب من هذه الساحة ومن كل الساحة على الزخم يمكن القول الى الساحة في اليوم الظهورة عاد الناس الى هذا الساحة مؤكدين على انها مطالبهم ليست مطالب وهمية وانما هي مطالب معلومة ومعلومة وهي نفع المطالب التي كانوا يراجزونها منذ اليوم الاول لهذا الانتصادة البداية تكون باستثارة التقومة هذا السالع اليوم وكل يوم على مدى 9 ساعة ايام نحن نحن لاسقا لنا بهذا الساحة السلطة لا تقرر بانه قدر على الجهة السحادة وغيره لذيما بانه قدر كل هذه الانتصادة كان الصعب يبدي انتعاده كل مرة لكن احد لا يحفظ بهذا الانتعاد والرفض وكتمادى السلطة بقراراتها والضرائب وبكل الهدر والفساد داخل هذه السلطة لذلك اليوم يؤكد المتظاهرون هنا في ساحة اليوم بصراح انهم على مطالبهم الاول باستقالة الحكومة على مطالبهم الاستعادة من الاموال المنهوبة وهم يعتبرون بانهم اعظم القضاء اللبناني اليوم او اي احد لا شبهة الفساد عليه كهذا السلطة عقومه غطاء شعبيا لكي يتمكن من محاسبة كل شخص قام بهدر الاموال او بسرق الاموال العام كما ايضا لابد من الاشتار رشادي بانه على الرغم من ان هناك امتعاض بهذا الشارع من يعامات الاستفام التي وضرها السيد ناصر